كما أكد شكر أن مصر حريصة على تمكين شباب والمجتمع المدني العامل في مجال تغير المناخ كما لفت وزير الخارجية إلى تدشين مجموعة العمل المصري الأمريكي المشتركة لتغير المناخ كدت من جانبي على استمرار مصر في بزل كافة الجهود لرفع تموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات سواء فيه ما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حجد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها في إطار تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ أكدت كذلك خلال مباحثاتنا حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مواجهة تغير المناخ تأكيدا على الدول الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام